إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معاني كيف يتلذذ بقراءته سورة الأعلى من السور التي تكرر في صلاة الوتر دائما ونسمعها في صلاة الجمعة في ركعتين الجمعة في ركعتين صلاة العيدين وتمر علينا كلمة قول الله تعالى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى كلمة أحوى كلمة تعتبر من غريب القرآن ربما كثير ممن يسمعها لا يفهم معناها بدقة وش معنى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى غُثاء واضح أنه أخرج المرعى سبحانه وتعالى أخضر وترى الأرض مخضرة ثم تأتي عليه بعد ذلك الشمس والرياح فيتحول إلى غُثاء أَحْوَى أَحْوَى معناها شديد السواد بمعنى أنه يتحول إلى غُثاء مع يابس ثم مع الوقت يتحول إلى لونه إلى أسود والأخضر الشديد الخضرة إلى ميلة التي تميل إلى السواد يسمى أَحْوَى والعرب يعني تصف المرأة الجميلة إذا كانت شفائفها تميل إلى السواد خلقة أنها حواء ولذلك يقول ذُرُّمَّة الشاعر غيلان بن عقبة في قصيدة المشهورة ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلاً مفرية سرب ثم يصف مي فيقول لم ياء في شفتيها حوة لعس وفي الثناية إلى آخر القصيدة فقوله حوة لعس أي شديدة السواد الشفائف من الجمال خلقة فقوله سبحانه وتعالى فجعله غثاء أحوى أي أسود شديد السواد يعني غثاء يعني هذا النبات الذي يتحول إلى غثاء ويتحول إلى تذروه الرياح كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يتحول إلى غثاء أحوى يعني شديد السواد فكلمة أحوى إذن هنا هو لون هو لون من الألوان سميت حوى لهذا لما فيه يعني شفائفها من اللعس وهو عفوا من الحوة وهو السواد وكذلك هنا فجعله غثاء أحوى أي شديد السواد هذه الكلمة التي تتكرر معنا دائما في صلاة الترويح ونسمعها دائما عندما تسمع فجعله غثاء أحوى أي جعله غثاء أسود يعني متناثرا لونه يميل للسواد اتضحت لك هذه الآية وأصبحت تسمعها دائما وأنت تدرك معناها بدلا من أن تسمع هذه الآية تتكرر غثاء أحوى غثاء أحوى وأنت لا تفهم ما معنى أحوى فإذن أحوى هنا هو لون الأسود اللون يميل للسواد هذا هو الحوى عند العرب والله أعلم